كيف قامت التكنولوجيا بتغيير فني وعلم الإعلان جذريا؟ يحكى أن زفاف الإعلان إلى الإعلام كان ببساطة حفلة لاثنين وحتى عندما امتد مجال الإعلام التقليدي إلى الإنترنت استمر المسويقون بالعمل بشكل مباشر مع فرق النشر لشراء مساحات الإعلان لكن بعدها انفجر مقياس الإنترنت أضعفا مضاعفة مئة مليار انطباع للإعلان يصل إلى السوق كل يوم وهذا يقدم مئة مليار فرصة لوضع هذه الإعلانات تبعا لكوم سكور هذا يضيف تقريبيا ستة تريليونات انطباع وعرض الإعلان في 2012 هناك شيء آخر حصل كنتيجة لنمو الإنترنت كميات كبيرة من المعطيات ظهرت وهذا ما أعطى فرصة لاستخدامها لإيجاد وتحديد مستالكين محددين على الإنترنت بعد ذلك كله ابتهجى المسويقون يمكن إيصال الإعلانات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين أينما ظهروا على الإنترنت للقيام بذلك يقوم المسويقون بتحليل المعطيات لتحديد نماذج سلوك المستهلك وتحديد المنتجات أو الخدمات التي يمين إليها مع كل هذا المخزون الجديد للإعلان على الإنترنت أصبحت حتما مساحات إعلان غير مباعة لذلك سمي المخزون الباقي حوالي 2001 شبكة للإعلان اندمجت للمساعدة في تسهيل المساحة الباقية بمقادير كبيرة من قبل الناشرين وبعي تلك المساحات للمسويقين ولكن كان هناك مشاكل الشبكات لم تسمح بالكثير من المساحة للشفافية جاعلة من الصعب على المسويقين أن يحددوا من كان يرى إعلاناتهم فعلا عندما بدأت بعض نقاط الضعف في نموذج الشبكة تصبح مكشوفة كان رد فعل السوق عبر تقديم التبادلات الإعلامية وتقديم العطاء في الوقت الحقيقي RBT في عام 2007 سمح تبادل الإعلانات والRBT للمعلنين أن يزايدوا على مساحة الإعلان عبر نموذج مزاد وإيصال انطباعات الإعلانات التي ربحت بزمن من رتبة الميلي ثانية كله خلف الشاشات خلال الزمن الذي استغرقه المستخدم على الإنترنت لتحميل صفحة الويب هذا خلق كذلك فرصة جديدة لاستهداف مع مشاركة المزيد من المعطيات حول الجمهور الذي يرى الإعلان مع المسويقين بهدف إيجاد طلب وبالتالي تحديد سعر سوق عادل لمساحة الإعلان الوعد الكبير للعطاء في الوقت الحقيقي في الإعلان عبر الإنترنت هو زيادة الكفاءة زيادة الفعالية وفي النهاية زيادة عائدات المعلن مع المبلغ كبير للناشر كذلك وهذا الوعد هو الذي جلب الكثير من المال والانتباه إلى مجال تكنولوجيا الإعلان إنه عبارة عن جعل المسويقين أقرب إلى المستهلكين القابلية لإعطائهم معلومات أكثر عن جمهورهم بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات أكثر استنارة مع الأخذ بعين الاعتبار متى وأين يوصلون الرسائلهم وبأي سعر في النظام الجديد المعقد لشركات التكنولوجيا الإعلان يوجد تسهيل الاربيتي ومع زيادة مقاييس إعلان عبر الإنترنت وحجم المعطيات بشكل كبير فقد أصبحت لعبة مكثفة فنيا للتنافس فيما بينهم الشركات تتطلب تعلم أفضل وأسرع على الآلات أشخاص أكثر ذكاءا وكمية كبيرة من النقود للنهوض والمضي قدما برغم من ذلك ونتيجة إغراء الفرص الممكنة فإن شركات جديدة تدخل مجالا مزاحما بازدياد حريصة على المشاركة في الملياري دولار والكعكة السنوية المتنامية تاريخيا فإن الاتجاهات الجديدة تميل إلى التأرجح الشديد من جهة إلى أخرى قبل أن تستقر في الوسط في هذا الوقت الصناعة لا تزال تتأرجح باتجاه الآلات ولكن هناك ميل باتجاه طلب البشر لتفسير المعطيات حيث أن وضع الإعلان لا يزال في نهاية المطاف ليس بيع الآلات للآلات بل بيع البشر المنتجات للبشر